اعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة جماعة جايين نتكلم معاكم عن حالة في العيادة الحالة دي طبعا الحالة دي يا جماعة مخصصة للأطباء انا سخنت وعندي كحة ببلغم وزوري بيوجعني انا سخنت وعندي كحة ببلغم وزوري بيوجعني بالنسبة للأطباء بيبعارفين تشخيص هذه الحالة بشكل دقيق فاذا كنت غير طبيب رجاءا ثم رجاءا قبل ما نبدأ رجاءا ثم رجاءا قبل ما تستخدم اي دوة ارجع لدكتورك علشان يشخصك تشخيص دقيق وبالتالي تستطيع ان انت تحل المشكلة بتاعتك بشكل اسرع بالنسبة لهذه الاعراض تلقائيا نقدر نقول عليها ندية شخص يجي لنا اليادة يقول انا سخنت وعندي كحة ببلغم وزوري بيوجعني تبقى دي نقدر نقول عليها نقدر نقول عليها ان دي حالة ريس بايراتوري ريس بايراتوري انفكشن بالنسبة لحالات الريس بايراتوري انفكشن بنتعامل معها نكتب ثلاث حاجات اساسية اول حاجة لو كده نلخصها كده بشكل بسيط بعد كده نكتب الرشتة بتاعتنا اول حاجة بندى مضادة حيوي قاتل للبكتيري انتي بايوتك اول حاجة بندى مضادة حيوي تاني حاجة بندى حاجة للكحة والبغلغم حاجة للكحة كحة وبندى حاجة يبقى احنا دلوقتي بنكتب ثلاث حاجات اساسية حاجة حاجة للكحة مع البلغم وبنكتب حاجة كانالجيسيك وي بين ريليفن والرشح والحساسية طب يا دكتور لو الرشتة بتاعتنا بقى هنكتبها دلوقتي هنكتبها ازاي بشكل بسيط يلا نعيز ان نمسح كده بشكل الرشتة بتاعتنا الرشتة بتاعتنا البرسكريبشن اول حاجة يقولنا هنكتب انتي بايوتك يعني مضاد حيوي قاتل البكتيري طب هنكتب اول حاجة انتي بايوتك زي ايا دكتور احمد الهاي انتي بايوتك هنكتب هاي بايوتك هاي بايوتك كابسول ستمية خمسة وعشرين هتداء عبارة عن كابسولة ثلاث مرات يعني نقدر نقول عليه كابسولة ثلاث مرات يوميا ده عبارة عن ايه مضاد حيوي قاتل للبكتيري ده كده بالنسبة المضاد الحيوي لو هناخد بقى حاجة للكحة والبلغم هنكتب للكحة والبلغم هاجة زي توبليكسيل توبليكسيل شراب ده التوبليكسيل شراب دي معلقة كبيرة ملعقة كبيرة ثلاث مرات يوميا اخر حاجة بقى في الرشدة بتاعتنا هنكتب حاجة كابين زي الكنجستال تونجستال تونجستال تابلت ده ارس تلات مرات ده هناخد ارس تلات مرات في اليوم ارس تلات مرات يوميا وكده هنكون لخصنا الحالة اللي بتاعتنا النهاردة اللي في العيادة اللي هي دكتور انا سخنت وعندي كحة ببلغم وزوري بوجهان فتلقيا لو هذي الاعراض بنكتب حاجة مضاد الحيوي قاتل للبكتيريا بنكتب حاجة للكحة والبلغم وبنكتب حاجة تقلل الالم والحرارة والرشح والحساسية بناخد المضاد الحيوي من خلال وبناخد حاجة للكحة مع البلغم التوبليكسيل شراب وبناخد حاجة لتقللنا الالم والحرارة والرشح والحساسية من خلال وده قرص تلات مرات يوميا وكده تكون الرشدة بتاعتنا النهاردة خلصت شكرا لكم ما تنسوش تدعمونا علشان نسر لايك وشاركوا المحتوى ما تنسوش ان في النهاية دعم اللينا ما تنسوش ان انتو تشاركوا الفيديو ده مع اصدقائكم شكرا لكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دهشان اشتركوا في القناة